ضغط كبير جداً يا كابتن حمد عليك تحديداً أمني نخش فيما يحدث في الكرة المصرية بس الراجل اشتغلت مع كابتن عاب جلال الفترات طويلة اسمك دايماً ارتبط مع كابتن عاب جلالي يعني نادراً لما بيتقال اسمه مدرب عام مع مدير فني بس اسمك دايماً كان يتردده كابتن حمد إبراهيم وكابتن حمد إبراهيم تجربة مع الإسماعيلي ماكملتش بظروف الإسماعيلي وخلافه الفترات اللي فاتت دي كلها ضغوط عليك طبعاً فيها في النص كلام عن المنتخب وخلافه ضغط ضغط طول الوقت تعملت إزاي مع الأوضاع دي كلها؟ والله الموضوع صعب طبعاً بس احنا خلاص تعودنا يعني الواحد تعود بقاله فترة في جوة الشغلة نفسه فالواحد يتعود على الكلام دوت والواحد بيقابل الكلام دوت عارف أنت لازم توقع تفكر كويس جداً في كل حاجة بتتقال عليك أو بتتقال ضدك حيث أن أنت تقدر تفكر وتقدر ترد كويس فأنا بقول إن هي الحمد لله دي نعمة من ربنا أن أنت تقدر تتحمل الكلام دوت الضغوط كانت كبيرة جداً حتى جوة الشغل بأننا من أول ما احنا مسيكنا المقصة 2013-2014 وأنك أنت بقى بتحارب عشان تعمل اسمك وبتحارب أنك أنت تحط نفسك وتحط نفسك مع المدربين عشان يتقال أن أنت بتعمل حاجة فدي بتاخد منك وقت وتاخد منك مجهود التاني حاجة يعني كابتن إيهاب من النوعية اللي دايماً حطت علينا هو هو للضغوط مش اللي بره هو اللي بيحط علينا الضغوط إن هو دايماً عايز يبقى حاجة كويسة دايماً عايز يبقى الأحسن عايز يرتقب نفسه الأحسن فأنت دايماً هو ما بيقبلش أنك تعمل حاجة حتى نص ونص يعني دايماً في الشغل فأنت بتفضل طول اليوم بنخلص تمرين بنفكر في اليوم اللي بعده حتى ما بتقدرش تريح يعني تبقى بتفكر في تاني يوم مشاكل اللعيبة زي هتطور اللي عيبة بكرة زي هتأمل حاجة فالضغوط دي احنا بنحطها لنفسنا فأنا بقول هي كانت فترة صعبة جداً بقى أنها فترة لكن الحمد لله طبعاً انت بقى تحديداً في الكارات اللي فاتت دي كلها في خطواتك اللي فاتت دي كلها في أي خطوة منهم قلت ياريتني ما خدتها والله يا كريم الواحد ما بقولش كده لأن الواحد طبعاً أنا باعتمد على ربنا في كل حاجة الحمد لله والواحد بيستخير ربنا في كل حاجة فأنت بتبقى مرتاح الحمد لله رب العالمين فأنا بقول إن كل حاجة بتحصل لك دي هي قدر من عند ربنا والواحد بيبقى مرتاح جداً ومبسوط جداً في اللي هو بيعمله أنا مش من نوعية اللي أنا بأخد حاجة بسرعة وبعد كده بقى ندمان أو بقى زعلان لكن في الأول وفي الأخر قل لن يصيبانا إلا ما كتب الله لنا ده على طول في كل حاجة فأنا باعتمد على ربنا باستخير ربنا في كل حاجة فالحمد لله ما بأز على النهو لا كريم لكن الواحد بيبقى نفسه الموضوع يكمل شوية وتقدر تعمل الحاجة اللي أنت بتحبها لكن الواحد في الأول وفي الأخر برضو بأحمد ربنا أنا هنا في البرنامج ده أول معرفة قرار الإسماعيلي بتعيين الكابتن حمد إبراهيم مدير فني تضعت وهللت وقلت اللي اختار الكابتن حمد إبراهيم لا مش هنحرك قدامه وده مسجل يعني فأنا قلت أنه اللي اختار الكابتن حمد إبراهيم ده شخص زكي جدا وبرافو أنه خده الكابتن حمد إبراهيم راجل عنده كورة واللي يعرف جوه الشغل بتاع الفرق اللي كان بتضعبها الكابتن إبراهيم جالي اللي يعرف دور الكابتن حمد كان عامل إزاي فتختار مدرب عام من فريق تجيبه مدير فني وانت عارف امكانياته ده اختيار كان امتياز وتصورت انه هيبقى فيه قصة نجاح عظيمة في الاسماعيل وقلت انه دي بقى دي اهم انطلاقة للكابتن حمد ابراهيم وحلو جدا انه يبدأ كمان مع فريق كبير زي الاسماعيل اسم كبير وجماهيرية كبيرة ايه اللي حصل والله يا كريم بطس هي فرصة كانت كبيرة جدا بالنسبة لي طبعا بس انت عارف ايه انا مرتبط جدا بالكابتن ايهاب وشغلنا كله مع بعض وهو الرجل بصراحة اللي هو اللي صمم ان انا يعني اخوذ التجربة كابتن ايهاب اهو وعارف انت حد بزي والدك اخوكك كبير دايما بيدور على مصلحاتنا اللي هو احناك حين مع بعض دايما فانت لما يجي لك فرصة مش قولك لانا بيدور دايما على مصلحاتنا ودايما يعني فلما طبعا اسم النادي الاسماعيلي الوحده وانا من ولاد النادي الاسماعيلي الناشئين واتمرنت ومرنت واشتغلت فيه كمان مع كابتن ايهاب واول شغل ليه في الدور الممتاز كان في النادي الاسماعيلي مع ميستر ريكاردو وكان الكابتن محمد واهب قابله وميستر ريكاردو فالواحد عارف ظروف النادي وعارف الدنيا ماشي هناك ازاي وانا بقول ان انا رحت كانت ظروف الفرقة نفسها ظروف صعبة جدا من تسع مباريات واخدين تلاتة بونت وكان عندهم هزة كبيرة جدا وروحت اللعيبة عندنا النادي الاسماعيلي عنده لعيبة كبيرة جدا لكن كان عندهم مشكلة ان هما ما فيش استمرارية في اللعب يعني ما كانوش بيلعبوا يعني ما كانوش كمان بيلعبوا وغير المستوى نفسه فاناك انت تروح بالمجاهز بقى الفرقة مش عايز اقول اسماعيلي ان هما كلهم طبعا اخواتي صغيرين وانا كنت بعمل اللعيبة يعني معاملة الاخوات يعرف انت لكن في حدود بقى لغاية حتة معينة لا وانت رايح لهم بظروف هما اصلا مضغوطين فيها جهازين جدا جدا وانا كنت بحاول لطلع الفرقة من الحتة دي الموقف لان كان موقف صعب جدا وكان عبال ما تصبب دقى الحمل لنفسه لكل اللعيبة لان كان فيه لعيبة بعيدة ولعيبة بتلعب ومجموعة لازم هتخدها على جنب كده شوية عشان كان انا رحت فجأت ان انا عندي تسعة وثلاثين لعيب في الملعب فرخم كبير جدا عشان توقف تفكر انت مع اللعيبة دي هتاخد منك وقت فالحمد الله رب العالمين يعني انا رحت اشتغلت تاني يوم على طول ودخلت على مباراة على طول الجونة وتحملت المسؤولية واتغلبنا 1-0 في المباراة الاولى وبعد كده بقى رحنا المقصة تاني ماتش وكنا كذبينين 2-0 وعملين ماتش كواس جدا وبعدين في 8 دقايق حصل دخل فينا هدفين وبعد كده جلنا ضربتين جزاء في الانهيبين مباراة يعني الحمد لله عدى المباراة وتعادلنا اول ماتش وبعدين رحنا للمصر كسبنا في بره رجعنا للشارية الدخان كسبنا يعني الامور كانت ماشية بس انا كنت متأكد وعارف وانا كنت بتكلم مع رئيس النادي يعني انا بسلم عليه طبعا هو راجل من الناس المحترمة جدا اللي بتحب النادي الاسماعيلي جدا ولكن في حاجات بتعطل بقى كريم يعني انت عارف ايه انا من النوع اللي انا بحب بقفل على الفرقة مثلا يعني فرقتنا بقى خلاص في حتة معينة وانا بحب اتعامل مع اللعبة مباشر في كل حاجة يعني بقشوف ظروف اللعبة وبقيتعامل زي مع اللعبة فانا عارف ان احنا هتاخد مننا وقت هتاخد منك مش اقل من ست سبع متشاط وقال ما تعدل بس وتزبط الرتم نفسه بتاع الفرقة طبعا روحنا بعد كده الامبي كنا باللعب اامبي في الاسماعيلية وكنا عملي مباراة هيلة جدا يعني من احسن مباريات الاسماعيلي السنة دي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر